شنت ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا اليوم سبت قصفا صاروخيا استهدف مخيمات للنازحين في مدينة مأربة الشمالية شرق اليمن في خرق مستمر للهدنة لليوم السابع على التوالي وبحسب مصادر محلية فان الميليشيا الحوثية شنت قصفا بصاروخ سقط بقرب مخيمات نزوح في مديرية الوادي التي تضم كبريات مخيمات النزوح المصادر ذكرت ان القصف تسبب باضرار مدية كبيرة من دون ان يخلف ضحايا ويأتي تصعيد الميليشيا وانتهاكاتها للهدنة في ظل الالتزام التم لقوات الجيش والمقاومة بوقف اطلاق النار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية افادت مصادر محلية في محافظة ابي وسط اليمن باقتحام ميليشيا الحوثي الارهابية منزل احد المواطنين بمديرية السياني وذلك في ظل انتهاكاتها وتغذيتها للصراعات داخل المحافظة وذكرت المصادر ان عناصر حوثية اقتحمت منزل المواطن ماروان الوائلي الذي قتل قبل يومين برصاص مسلحين مجهولين في منطقة العربيين بمديرية السياني جنوب اب واوضحت المصادر ان منازل المواطنين في ذات المنطقة تتعرض لاطلاق نار واستهداف من قبل مسلحين في اوقات الليل منذ قرابة شهرين واخرها ليل امس الجمعة واشارت المصادر الى ان الميليشيا الحوثية اختطفت اثنين من اقارب القتيل الوائلي بعد اقتحام المنزل ونقلتهم الى سجنها بادارة مديرية السياني وحسب المصادر فان ميليشيا الحوثي اتركت الجنات طلقاء ولم تلقي القبض عليهم لافتة الى انها تواصل تغذية الصراع وتأجيج الخلافات بين ابناء المنطقة وتشهد محافظة ابي فوضى مية وتزايدا مرعبا لجرائم القتل المروعة واتهامات لميليشيا الحوثي بارتكاب الاف الجرائم من بينها القتل والاختطاف والاخفاء القسري والاستغلال الجنسي والتعريب في السجون